السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج معكم إياد رضوان رح نشوف بهالفيديو مباراة مهمة جدا مباراة جميلة جدا هالمباراة لعبة عام 1963 ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية بين دونالد بايرن بالأبيض وبوبي فشار بالأسود طبعا شفنا مباراة ثاني من هاي البطولة بالفيديو اللي نشرنا مباراة فإذا ما شفتوا رجع شوفوا مباراة جميلة جدا وهي المباراة أيضا جميلة جدا بها البطولة بها البطولة اللي فاز فيها فشار ببطولة الولايات المتحدة بإداعش جولة كاملة إداعش انتصار من إداعش جولة طبعا حكينا كثير عن هالبطولة بالفيديو السابق فارجع شوفه فهلا رح نشوف هالمباراة طبعا دونالد بايرن بالأبيض هو كان لاعب كبير من لاعبي الولايات المتحدة وكان بطل الولايات المتحدة وصاحب ثاني أعلى تصنيف بالولايات المتحدة بعد سامويل روشوفيسكي طبعا هالحكي قبل ظهور فشار وبو بفشار واحد من أعظم لاعبين بالتاريخ وكان بطل العالم ومعروف كتير بفرق 125 نقطة تصنيفية عن أقرب منافسي لاعب أسطوري فخلي نشوف شو اللي صار بي هالجيم بلشت المباراة بدي فور من اللاعب بايرن فارد فشار سي فور جي سيكس جي ثري سي سيكس وهيك معناه الكينجز انديان بي شوب جي تو من اللاعب الأبيض دي فايف سي تيكس دي فايف سي تيكس دي فايف سي تيكس دي فايف ان سي ثري بي شوب جي سيفن اي ثري تبييت ونايت على ال اي تو نايت سي سيكس وتبييت طبعا نحن عم نحكي بافتتاح رئيسي افتتاح نظامي ما في اي شي جديد لحد الان بي سيكس بي اي ثري وبي اي سيكس لحد الان وضع تناظري تقريبا القطع كلها متناظرة هيكلية البيادق متناظرة ما في اي شي ممكن اي من اللاعبين يفكر انه يعملوا بي اي ثري وشوب اي ثري روك اي ايت كوين دي تو من اللاعب الابيض والان اي فايف والاي فايف هي اول محاولة جدية من اللاعب الاسود هون لحتى يعمل لعب بالوسط على امل انه يلاقي فكرة يلعب عليها فدي تيكس اي فايف نايت تيكس اي فايف وروك ايف دي وان هاي النقلة مهمة كتير هون علق عليها في شهر تعليق جميل جدا قال انه الالعاء الخاطئة زارونغ روك ليش الالعاء الخاطئة اوشي نحن بنتفهم هاي النقلة اللاعب الاسود هون عنده بيضاء ضعيف فاللاعب الابيض بيفكر انه يضغط عليه فلزلك اه محط الالعاء والوزير على عامود واحد وايضا متل ما شايفين في عنا ربط هون على الفيل فاللاعب الابيض عم يفكر انه يزيح هاي الالعاء اللي كانت هون من على وطر الفيل ولكن في شهر كان عم انتظر هاي النقلة وقال انه هاي النقلة الالعاء الخاطئة المفروض انه يلعب بالالعاء الثانية الالعاء الموجودة على البي ليش هاي الالعاء خاطئة لانه هاي الالعاء مكلفة بحماية البيضة F2 فرح نشوف شو رح يصير وشو نتيجة هالغلط من اللاعب الابيض طبعا فشار محضر هالشي ومحضر حاله لا هيك نقلة فلعب النايت على الدي اثري نقلة قوية طبعا هون اللاعب الاسود استغرب واللاعبين كان فيه عنا تحليل لها المباراة كانت ما نقولهم بس مباشر على رقعة كبيرة بايامة وكان فيه كرانت ماستر حتى هاي النقلة ما عرفوه قالوا انه هذا خط خاصر لللاعب الاسود فهون اللاعب الابيض لعب Queen C2 Queen C2 شو الفكرة الفكرة انه عم يهدد بتكسير هاد الحصان مقابل الالعب طبعا الحصان والفيل مقابل الالعب ولكن كانت المفاجأة تضحية جميلة جدا بالحصان Knight takes F2 وامهدد القلعة هون وطبعا اذا ما اكل او ما ابل التضحية رح يرجع بالحصان وراح يكون فيه عنا مكسب جندي وافطلية استراتيجية كبيرة فلذلك اللاعب الابيض ابل تضحية الحصان وهون النايت على G4 بوركيش والملك بده يرجع على G1 وNight takes E3 ومهدد القلعة ومهدد الوزير فهون اللاعب الاسود بيلعب Queen D2 الان وقف الفيديو ولاقي نقلة اللاعب الاسود فشار طبعا معظم اللاعبين ممكن يظنوا انه اللعبة الصحيحة هي النايت تيكس روك ولكن الحقيقة هاي النقلة رح تقدي لوضع متعادل تقريبا ماديا متعادل عنا حصانين عنا حصانين مقابل قلعة وجندي او جنديين ولكن الكمبيوتر بقول هون افضلية للابيض او حتى الوضع متعادل وما في شيء ولكن النقلة القوية اللاعبه فشار هي النايت تيكس بشوب وبياخد الفيل وهيك صار في عنا افضلية كتير كبيرة للاعب الاسود الان رح ياخد King takes G2 و D4 نقلة قوية جدا ليش هون D4 نقلة قوية طبعا احنا بنقول عن نقلة قوية اذا كان نقلة الى هدفين مثلا فبتعتبر نقلة قوية هاي نقلة الى هدفين الهدف الاول هو يفتح هذا الوتر لحتى يجي الفيل ويضغط على الملك هون متل ما شايفين وتاني هدف متل ما شايفين هاد الحصان حامي هاد الحصان فالهدف طرد هاد الحصان تهديده لحتى يترك حماية هاد الحصان واذا ترك حماية هاد الحصان رح يكون في عنا الفيل متل ما شايف والالعب مهددين هاد الحصان ورح يصير في عنا تضحية عفوا ورح يصير في عنا هون كيش بالالعب مع تكسير الوزير ورح يربح الوزير في حال اللاعب الاسود اللاعب الابيض شال هاد الحصان فنقلة قوية بهدفين ولذلك اللاعب الابيض ما لقى غير حال واحد حتى يخلص منها التهديد هو النايت تكس دي فور فالنايت رح ياخد هاد البيداء ويخلص من مشاكله فشو لعب هون اللاعب الاسود لعب البشوب على البي سيفين كيش ونقلة قوية جدا الان الملك وين بده يروح الملك راح على ال اف وان والان كي دي وان كي دي سيفين وكي دي سيفين وكي دي سيفين نقلة قوية ومهدد بانه يجي على ال اتش اتش اتري طبعا ال اتش اتري هون رح يعطي كيش ومتل ما شايف الالعب سيطرة على هاد العامود والفيل مسيطر على هاد الوطار والملك بوضع حرج جدا جدا فهون اللاعب الابيض استسلام طبعا استسلام ومعه بالاستسلام الوضع منتهي تماما وشو بده يلعب فمثلا اذا لعب ال كينج جي وان رح يلعب الكوين اتش اتش ثري والان ما في اي حل لات انقاذ الملك لانه التهديدات كبيرة فمثلا هون اللاعب الاسود مهدد انه ياخد هاد الاحصان مع كيش طبعا اذا اخد هاد الاحصان اللاعب الاسود اللاعب الابيض ما في ياخد بالوزير لانه الوزير مكلف بحماية هاي الخاني من الكشمات وفي حال اللاعب الابيض حبي يهرب بالاحصان فرح يجي الفيل لهون على البي اتش البي اتش سيكس لحتى يعطي كيش من هون وطبعا اذا عطا كيش من هون الوضع رح يكون منتهي تماما رح تكون اصلا كيش مات لانه اللي بده يأكل بالوزير اجباري ويجي الوزير لهون جي اتش ثو كيش مات ولكن هون الجميل ليش استسلم لانه من التعليقات بوبي فشر على المباراة قال انه انا كنت متمنى انه يلعب طبعا بعد ما لعب الكوين دي تو هون استسلم لعب الابيض قال كنت متمنى او حسب حساباته يعني انه يلعب كوين اف تو فهون رح يلعب الكوين اتش سري كيش والملك اجباري على الجي تو والان حسب حسابات فشار وقف الفيديو لاقي نقلة فشار القادم اللي كان مخطط له طبعا اه نقلة قوية جدا وجميلة جدا هي روك اي وان اه روك اي وان كيش والوضع انتهى طبعا بده ياكل اجباري طبعا اذا اكل بالوزير رح يكون في عنا كشمات مثل ما نك شايف وبده ياكل بالالعاء اجباري اذا اكل بالالعاش ورح يلعب اللاعب الاسود رح ياكل هذا الحصان ويربط الوزير على الملك طبعا وبعدها رح يكون في عنا كشمات ما الى اي حال طبعا لانه الملك لا يمكن انه يترك هاد الوتار فلذلك كانت هاي نهاية اللاعب الابيض طبعا هون رح ياكل فيه المسران رح يجي كشمات وهيك ربح اللاعب الاسود وربح بشار هذا هو كان الدور لليوم ان شاء الله يكون عجبكم بالمناسبة حكينا بالفيديو السابق انه هذا بايرن هو وفشار لعبه مباراة جميلة جدا سميت بمباراة القرن رح نحللها بكرة ان شاء الله فانتظرونا على الموعد واذا كان فيه تفاعل على مباراة فشار هاي ثالث مباراة على التوالي رح اكمل الاسبوع كله بمباراة فشار رح نسميه اسبوع فشار اذا كان فيه تفاعل فاشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد ولحتى تخبرونا انكم مهتمين بمباراة فشار شكرا لكم نلتقي مجددا باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله